جاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتيات حوار مع طبيب النهاردة موضعنا موضوع مش عادي النهاردة موضعنا يخص كل مشاهدة او كل سيدة بتشوفنا دلوقتي النهاردة هنتكلم عن اورام السدي عند السيدات هيكلمنا فيها باستفادة الدكتور احمد محمد النجار دكتوراه جراحة الاورام والمناظير القيمة العلمية الكبيرة بالرحب بحضرتك الدكتور معنا في المرنمج اهلا بحضرتك يا دكتوراه واهلا بالسيدة المشاهدين اهلا بحضرتك زي ما قدمت الحلقة وقلت حضرتك النهاردة هتكلمنا في موضوع يهم ويخص كل سيدة بتشوفنا او كل مشاهدة دلوقتي موضوعنا موضوع اورام السدي عند السيدات تحديدا تمام كده اورام السدي عند السيدات لو تكلمنا فيها هنبدأ حوارنا بحاجة مهمة جدا اللي هي مشاكل السدي عايز اعرف من حضرتك مشاكل السدي دي هبار عن ايه او ايه ما فهمها عشان نتطرق بيها في الآخر لأورام السدي الفضل حضرتك معنا هتكلم مع حضرتك على المشاكل اللي احنا بنشوفها في شغلنا او ان السيدات بتيجي تشتيكي بيها ببساطة بتبدأ من بدايةها ممكن السيدة تيجي تشتيكي بألام في السدي دي بيبالأ اسباب برضو مختلفة ممكن سيدات تشتيكي بإفرازات بتخرج من السدي ممكن سيدات تبدأ تشتيكي بإن تغيرات حصلت في شكل السدي مع الوقت ممكن سيدات تشتيكي مثلا ان في حسد بكتلة يعني اكتشفت بالصدفة فبتقرقها ممكن حاجة تظهر تحت القبط ممكن حاجات الشكل نفسه الحلمة تبدأ يحصل فيها تغيرات تغيرات في ايه دكتور في اللون مثلا ممكن السيدة تيجي تشتيكي مثلا بان الحلمة الحلمة السدي نفسها بدأت تدخل لجوه او تتجي في التجاه غيره طب الشكل اللي كانت معتادة عليه غير الشكل المعتاد بمعنى هو اه في حاجة جديدة ظهرت طرقت عليها تمام فبالنسبة مثلا للسيدات اللي بتيجي معظم الشكاوي اللي بتيجي او طالما السيدة جات اشتكت بمشكلة فبنحب نطمنها لان الاورامة بنجيش بألامة بنجيش بحاجات صريحة قوية بتجي بصفات خبيثة فنتكلم مثلا عن الألام اللي بتيجي ممكن سيدة تيجي تشتيكي ان فيه ألام موجودة الألام دي ساعات بيبقى لها كذا صورة من الصور أكيد طبعا ألام مثلا مرتبطة بالبريود أو الدورة الشهرية بتاعتها ألام غير مرتبطة ألام تانية لها علاقة بالعضلات فبالنسبة للألام مثلا اللي بتزهر مع البيود الشهرية السيدة بتيجي بتشتيكي بتقول ان انا كان عندي ألام بيبدأ يزيد وبيختفي مع بداية مع حدوث الدورة تمام في حاجة تانية بتيجي تشتيكي مثلا ان انا يعني بتزهر عندي ألام باستمرار ملاش علاقة بالدورة فدي بتبقى غالبا أول حاجة الألام اللي هي لها علاقة بالدورة دي سبب التغيرات الهرمونية أكيد طبعا تأثير الاستروجين والبروجسترون على السادي وعلى غنوات السادي والغدد اللبنية دي بتتغير مع الوقت الحاجة التانية اللي هي ممكن تيجي تشتيكي بألام ليس لاع علاقة بالبيود دي بتبقى بسبب تكييسات وتليفات في السادي ودي حاجة طبعية حاجة طبعية بالنسبة لأي سيدة بالنسبة لأي سيدة نتيجة التغيرات الفيسيولوجية العمرية اللي السيدة بتمر بيها بداية من وهي طفلة بداية تغيره الهرمونات ونطج السادي والحيد والحمل والرضاعة والكلام ده كله أكيد تغيرات بأكيد فبسل تغيراتها مع مدار الوقت على نسيج السادي دي الألام اللي موجودة فيه ألام تانية بتبقى مثلا بسبب العضلات نفسها دي بتبقى أمورها بسيطة يعني إن السيدة بتيجي تشتيكي إن فيه ألام مثلا موجودة بعد الفحص والتاريخ المراضي والكلام ده كله اللي بتتكلمه مع المريضة تكتشف إن فيه مثلا لا علاقة بالعضلات التابعة للعضلات أو الحاجات دي فدي بترتدي حاجة بتدعم السادي بتريحها كتير بالنسبة للألام اللي هي الأولانية اللي هي لها علاقة بالبريد أو الرم أو الألام اللي لها علاقة بالتلايفات بتاع السادي دي أول حاجة بنحب من تطمن السيدة دي أهم حاجة جدا إنه لنها ده عرض وليس مرض دي حاجة طبيعية جدا يعني ما تقلقش منها عرض طارق يعني وحياخد وقته يمشي خلاص نبدأ لو الألم زاد يعني هي ما قدرتش تتغلب على الألم أثر عليها بصورة أقوى ممكن نبدأ معها بمسكنات ممكن نبدأ معها بحاجات مكملات غذائية ساعات بنلجأ للعلاج هرموني بس ده ببقى مش يعني بنخليه لآخر حاجة دي أخر نقطة دي أخر نقطة في مجمل الكلام كله احنا بنقول إن دي حاجة يعني مش مقلقة إن الأورامة بتجيش بمجرد أعراض زهرة بالنسبة للألم بالذات احنا بنتكلم على شكوى أول حاجة الألم لأن الورم ما بيجيش بألم نوادر يعني اللي هو نوادر اللي هو بيبقى فعلا بتشوف السيدة بتشوف تقول لا ده فيه ورم إنما ما فيش ورم بيجي بألم نوادر يعني قلة قليلة جدا طيب فيه طبعا شكوى وشكوى مهمة جدا ودي اللي حدق حديثي مع حضرتك فيها اللي هي خراج السدي تمام خراج السدي ده بقى عايزة حضرتك تتكلمني فيه تقول لي يعني إيه خراج السدي وإيه العراض اللي تصار على السيدة ومشاكله إيه لو أهمل أو استنى مع السيدة لفترة أطول بالنسبة لخراج السدي نحب ننبع على نقطة مهمة جدا خراج السدي ده مرتبط بسيدة بتردع تمام أو لسه كانت يعني فترة لسه بتردع أو أنهت الرضاعة من فترة قصيرة جدا ونأكد على النقطة دي بصورة مهمة جدا الفترة الزمنية ما بين أول رضاعة لحد نهاية الرضاعة أو تقاربا شهور مثلا كانت بتردع من شهرين ثلاثة ده ببقى نقطة إهمال في العلاج هنتكلم عليها بعد كده أولا خراج السدي يعني بيجي دايما وغالبا في ستة بتردع تمام السبب وإيه؟ بسبب أن ميكروه بتنقل من بقى الطفل وبردع للحالة ما بتاعي السيدة مع وجود التقرحات اللي موجودة بسبب الرضاعة أو الكلام ده كله أو الستة بتبقى مجهولة ما بتقدرش التحافظ على يعني لو بعد كل رضاعة تتحاول يعني نظافة آه أيها في الزبط كده آه آه تمام فبيحصل قروح وجروح وتقرحات في الحلمة آه الطريق اللي بيحصل كالقاتي إن الميكروه بتنقل من بقى الطفل للحلمة بتاعي السيدة آه آه تمام بعد كده تبدأ السيدة تشتيكي بتقول إن اللبن نفسه تراكم في السادية مش قادرة تردع منه آه آه ودي نقطة مهمة جدا عشان نقول لحضرتك على حاجة تانية في الآياتين برضو آه آه بعد تراكم اللبن موجود آه والبكتيريا تبدأ تشتغل آه يحصل إن السيدة ممكن تبدأ تسخن درجة الحرارة تبدأ تعلق آه تبدأ في الرتفاع آه تبدأ تعلق وتنزل وتنزل تاني وتبدأ تعلق وتنزل آه الثادي نفسه بيبدأ يتحجر آه آه يبتجي بتشتيكي بنفس الشكل وديك وفي تحجر في السادي ما هيش قادرة برضو إنها تردع بسبب الآلام اللي موجودة في الحلمة تمام يبدأ الموضوع مثلا لو ما السيدة ما اتتبعتش أو أهملت أو خادت أي مضادات حيوية مثلا بدون وصفة أو بدون التعرض لطبيب مختص ده المعتاد يا دكتور هي لما بتروح لأمراض النساء أول حاجة أول حاجة بديها لها أوردي المضادات الحيوية وتاخد فترة كبيرة تمام دي حاجة كويسة جدا نتكلم عنه الموضوع كله أيا كان اللي حصل فالسيدة لازم يبقى عندها عالمة لأن دي مشكلة موجودة مع كل السيدات تمام فعلى قال لي لازم يبقى عندهم الحكمة في التصرف معها وتبقى فهمة المشاكل اللي بتحصل هل الخراج ده لازم يوصل معنا المرحلة جراحة ولا وهقول لحضرتك الخراج معنى خراج في الجسم وبالذات في السادي محتاج جراحة ما بتأخرش يعني ده من أحد كلمة كان في الجسم يعني مش هنقول الأول ناخد علاج وكده ونضيع وقته وفي الآخر كده كده هنرجع لجراحة ما هو ده اللي احنا احنا قلنا مثلا يعني السيدة حصلها مثلا احنا في المرحلة الأولانية ما وصلناش لخراج يعني السيدة بدأت تشتكي شكاوي عادية اه اللي هو مثلا ألام في الحلمة السادي بدأت حجر فيه ألام بدأت تعالى الحرارة لو فيه خراج مثلا يتكون وصح إن احنا ما بنستناش على إن الخراج يتكون وينضج ويجبر وكده اه لا ده في السادي ده بالذات ما بنستناش يعني أول السيدة ما تلاحظ أي حاجة في السادي لازم كشفه على طول طبعا طبعا سواء بقى حيبقى خراج صغير أو كده خراج السادي ما بنستناش إنه هو ينضج زي مثلا زي الغدل إنه كافية زي حاجات تانية في الجسم اه يعني يا مجرد ما تحس مثلا بألم في الكتفة مثلا سخونة يعني حاجة في صدرها تغير لون السيد كل ده بيدول على إن فيه خراج طبعا من أهم الشكاوي اللي هي بتميز إن فيه خراج موجود السيدة بتيجي بتشتكي بتقولك إن الألم بنفس اللفظ كده يعني فيه نبض موجود أيوة فيه نبض موجود حسا حاجة بتنكمش نبض زي النبض اللي بتحس بيه ده الشكوة بتاعتك ده الشكوة الأساسية خراج السادي العلاج الأمثل ليه إنه لازم يتفتح بأسرع ما يكون وتحت مخدر كلي دكتور يعني إحنا بنتكلم على الخراج عامة فيه مشكلة بتقابلنا هنا عايز أعرفها من حضرتك حالا إيه الفرق بين الخراج السادي وبين التكتلات اللي بتبقى موجودة في السادي ده لازم المشاهد قدامي دلوقتي يعرف الموضوع ده هنتكلم برضو تمام جميل الخراج السادي دايما وغالبا بيظهر مع واحدة ست بتردع دي نقطة لو حصل التهابات مثلا في السادي في خارج الرضاعة فدي للأسف يعني للأسف دي من أحد أعراض الأنواع السرطانات اللي هي العنيفة اللي هي الفلامترو بريستي كنسر أو السرطان بيجي بشكل التهاب يعني من العنف بتاعه إنه بيظهر على السادي المريضة بشكل التهاب قمة العنف ده الخراج قلنا وخلاص عرفنا عليك إنه هو لازم يتدخل جراحي حالا وقتيا لكن في نقطة أنا فعلا كنت أحسأل حراك فيها حالا دلوقتي وهي الالتهاب اللي بيجي في السادي اللي هو بيغير لون حلمة السادي نفسها بيغير مكان الحلمة بيغير الجزء المحاب بيها بيبالونه أسود كده الحلمة مصحوبة الجوة فيه زي مثلا إيه بنقوله انكماش سؤال جميل ده ده نوع من أنواع الأورام اللي هي الحاجات الندرة اللي هي الصعبة شوية اللي مش متدولة اللي مش كل الناس واخدى بالها منها إلا أنواع الأورام أو حد اتعرض لأنواع الأورام اسمه باجي الديسيز ده بيجي على هيئة قرحة في الحلمة أيوة وبيأكل الحلمة وبيبدأ يأكل الهالة السودة اللي أوليها يعني من الحاجات المبشرة إنه ده ورم موضعي في مكانه على بال ما يتحول بس ورم مفيش مجال النقاش أنا مع حضرتك هو ورم خبيس بس الأورام درجات يعني مش كل كلمة ورم بتصير الفزع في السيدات ده علاجه اللي هو التدخل الجراحي أول حاجة في أي أورام العينة نتكلم على الحاجات دي مع حضرتك في الوقت ده نوع من الأورام اسمه باجي الديسيز ورم موضعي على بال ما يتحول ورم يعني يبدأ في سكة الانتشار أو الكلام ده كله بياخد له ما يقارب سنتين أعتقد فترة كافية أن السيدة المفروض بقى أن هي تكتشف حاجة زي كده إنها خلاص تبدأ يعني تتترك مثلا لطبيب الأورام وتعرف الدنيا على أساس إنها تلحق وقتها زي ما بيقولوا طبعا إحنا بنتكلم أتمنى إن إحنا نخرج من الحلقة النهاردة يعني وعي السيدات تزيد نحاول نكتشف الأورام طب نستأذم حضرتك يا دكتور فيه تليفون معنا أستاذ طارق أهلا بحضرتك أستاذ طارق ألو أستاذ طارق أتفضل حضرتك أهلا أخلي أتفضل يا أستاذ طارق أهلا نعني الصوت لو سابحت شوية عشان دكتور يسمع حضرتك ألو نعني الصوت شوية ألو أستاذ طارق شكرا أستاذ طارق أسفتا أن دكتور المقاطعة كان فيها داخل تليفوني بس ظهر الخط فيه حاجة أو كده طيب حضرتك كنا بنرجع لموضوعنا بنقول إن حضرتك بتتكلم في نقطة مهمة جدا ألا وهي اللي هو التهاب السدي اللي هو فعلا بنقول عليه فيه سرطان كده فيش كلام إنما الخراج معروف علاجه تمام يعني التهاب السدي أو الحلمة بمعنى أصح ده ورم بس يتلحق تمام اللي هو بتشال بتستقصل السدي جراحات بسيطة حاجات بسيطة مش الجراحات العنيفة أو مش استقصل السدي كله بمعنى أوضع ممكن نستقصل الجزء اللي هو في الوسط ده بتاع السدي بالزبط والسيدة بتيش حيات تعادية جدا والأمور بتنتهي ده في اللواء النوع الباجدسيز أو القرحة اللي بتيجي في حلمة السدي طيب دكتور أحمد أنا عايزة أقول لحضرتك حالة مهمة جدا دلوقتي مع كل سيدة بتشوفنا عايزين نقول لكل سيدة النهاردة يعني تقتنب أو تتلاشى وقود ورم إيه الحاجات اللي ممكن السيدة تعملها بنفسها أو تكتشف إن كان ممكن يبقى عندها ورم أو تبقى دايما مطمئنة إنها ما عندهاش ورم تعمل إيه مع نفسها تمام دلوقتي يعني من أهم النقط في علاج السدي الحاجات اللي بتدينا فرص كتيرة وبتفرق من علاج سيدة لسيدة المرحلة اللي السيدة بتيجي فيها قبل ما تيجي لحضرتك يا دكتور ما عنا بنحاول يعني أنا هأكد مع حضرتك أكتر من مرة على الكشف المبكر للسيدة أو الفحص الذاتي اللي هو بيبدأ بالفحص الذاتي في البيت أيوة بس ضبط هي دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها تحديدا مهمة جدا إن سيدة تيجي في مرحلة مبكرة لها فرص كتيرة في العلاج أو إن السيدة تتكتم على حاجة شافتها من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي وللأسف تيجي في مرحلة متأخرة يعني ممكن كانت في الأول تيجي تتعمل لها حاجات جراحة بسيطة أو برحات تجميلة أو سيدة مثلا تيجي ترجع يعني يبقى بقيلنا مثلا العلاج التلطيفي يعني شوف المقارنة وصلت من فيل فحنتكلم مثلا عن المفروض إيه اللي يتعمل المفروض إيه اللي يتعمل أول حاجة اللي هو الفحص الذاتي أيوة اللي السيدة ممكن تعمله وده فحص دوري يعني بص هو ناس بتتكلم إن مثلا يعني من اليوم السابع أو العشر من البرود تبدأ السيدة تحاول تفحص السادي بتاعها أول حاجة بتفحص بعينيها وبعد كده بأيديها إزاي بقى نشرح بقى دكتور بعد إذن حضرتها السيدة بتقف قدام المراهة عادي جدا وتبص المنظر السادي الحرامتين في نفس المكان السادي نفسه متناسق هنا زي هنا ما فيش حاجة جديدة ظهرت الحلمة في وضعها ما حصلهاش إيرتجاع أو تشدت لبوك دي أول حاجة الحاجات التانية اللي هو ممكن تظهر مثلا يعني زي حاجات زي العرفة البرتقانة مثلا كده بيبقى فيها سقوب حاجات دي ممكن تيجي بنفس الشكل في الجلد بتاع السادي ده معناه أن فيه ورم وسدل أو عائل لنفاوية في الظهر ده بتشاف بقى السيدة بالعين المجردة كده قدام مثلا مراهة أو حاجة أو بها مع نفسها تمام تمام جدا في حاجة تانية مثلا ممكن تلقي جزء من السادي نفسه تشد الجوه ده من أحد العلامات القوية أن فيه حاجة فيه حاجة موجودة غالبا ورم ده بالعين بقى طب في العيد بقى في العيد بقى احنا هنقول آخر حاجة مثلا اللي هو السيدة مثلا بتفحص أول حاجة هتفحص عادي تحط الإيد دي مثلا فوق الرأس كده وبتفحص السادي بالإيد التانية آه تمام السادي احنا بنقسمه أول حاجة لمنطقة بتاع الهالة السودة دي آه ونقسم السادي أربع أجزاء والمنطقة اللي هي تحت الإبط السيدة بتبدأ تفحص الأول ببطن الإيد أيه كل ربع جزء الوحده في حركة دائرية تمام كل ربع الوحده وتفحص الحلامة والهالة السودة دي الوحدة يعني كده بكافي الإيد كده بتعمل الأربع تجزاء كده ملاقيتش حاجة يبقى كده تفحص تحت الباط من الأماكن المهمة جدا تمام تمام وترجع تفحص تاني بالأصابع بالأطراف بتاع الأصابع يعني مرة كده ومرة كده بالأطراف أيوة بالأصابع كده آه وعمتا عشان السيدة تلاقي كتلة في السادي لازم يكون حجمها عدة أكبر من صمتي آه عشان تقدر تحسها أيوة آه في في حاجة تانية برضو ممكن يعني مش من الطبيعي إن يحصل التهاب في السادي بر الرضاعة ممكن تلاقي التهابات موجودة في السادي طب يا أستاذ أسماء معنا على التلفوني دكتور أحمد معلش بعد اسم حضرتك أستاذ أسماء تفضلي معنا السلام عليكم السلام ورحمة الله يا فندم لا يا أستاذ أسماء نوضي التلفزيون لو سمحت معكي دكتور أحمد تفضلي لو سمحت يا دكتور أحمد تفضلي إيه أنا بحضرتك تفضلي يا أستاذ أسماء لو عشرون ونصف آآ شدري تلات عشان السؤال تالي يا أستاذ أسماء لو سمحت بس نقف مكان في شبكة عشان دكتور يسمع حضرتك أستاذ أسماء سمحت بس نقف مكان سمحت بس نقف مكان سبع شهور ونصف وسجري لسه تلات هي فاطمة بتقول لحضرتك آآ آآ البيبي بتاعها من سبع شهور ولسه صدرها في لبن تمام أستاذ أسماء معنا شكرا الطفلة بقى له فترة يعني من الخطر أن يبقى في لبن موجود في السادي آآ ده عيسبب المشكلة اللي حضرتك سألتنا عليها الخراج فده بنتعامل معها بأدوية هي بتشفط بتفض السادي من اللبن آآ وبندخل معها بجزء علاجي يقال الهرمون البرولكتين بتاعها هرمون اللي هو مسؤول عن إدرار اللبن آآ والأمور بتتحسن إن شاء الله يعني هي مجرد أنها تشفط زي ما بيقولوا بالشفطة العادية كده اللبن بتاعها وتاخد علاج خلاص الموضوع بينتهى بينتهى إن شاء الله آآ لكن وجوده طبعا غلط زي ما قلنا طبعا طبعا ما فيه لبن في السادي يعني عرضا نحصل فيه خراج فلازم يتفضى مبدئيا بشفاط أو بالطريقة اليدوية العادية وبندخل معها بالعلاجات الهرمونية زي البرولو دي الحاجات يعني آآ التقلل الهرمون البرولكتين هرمون اللبن آآ آآ تمام كم والمشكلة بتتحل علي فالدكتور أحمد إحنا دلوقتي عايزين نشخص مريض زي ما بنقول أوران السادي المريض نفسه حضرتك لما بيجي لك البيشن حضرتك بتشوف حاجات معينة بتشكك حضرتك مبدئيا إن ده كده فيه ورن تمام إيه بقى اللي بيحصل أو إيه اللي بيظهرها قدام حضرتك آآ السيدة الأول عشان تيجي تشتيكي بتبقى شافت حاجة قال إنت سواء الألام اللي تكلمنا عليها آآ أو حصل إفرازات من السادي بمختلف الألوان من اللون الأصفر آآ الأغضر اللون كريمي اللون مدمم حاجات دي كلها تبدأ تشتيكي بالتغيرات الشكلية اللي جا تشتكت بيها دي حضرتك آآ آآ وفي كل الأحوال فحص السادي آآ لازم يعني بيتضمن الثلاث حاجات آآ أول حاجة إن الدكتور بيفحص فحص سريري آآ بيبص على الشكل وبيبحص السادي في الأجزاء اللي قلنا عليها بالزبط آآ بس مع فارق الخبرة ما بين السيدة والطبيب طبعا طبعا المختص بالجزئية دي آآ تاني حاجة بنلجأ للأشعات آآ سواء الصنار آآ مبدئيا بنبدأ بالشايع الصنار والمامو جرام ولو السادي كسافة السادي عالية آآ فبنلجأ للمامو جرام وكل الأشعات دي كل حاجة لها استخدام آآ أكيد وكل حاجة بتباين حاجات معينة والدكتور بيقرر هو عايز يلجأ لإيه في الفترة دي آآ التاني حاجة التالت حاجة اللي هي العينة آآ تمام الفحص اللي هو أتكلمنا عليه نفس الفحص اللي السيدة بتعمله هو الطبيب بيفحصه آآ تبقى الأشعات بقى المامو جرام والحاجات دي في المامو جرام مثلا آآ يعني في السادي كل مقلة كسافة السادي آآ المامو جرام ظهر أكتر بتبطح صورة أكتر طبعا آآ بيقدر يفيدنا أكتر آآ السونار مثلا بيبدأ يطلع التكييسات بصورة أوضح كتير جدا آآ الرانين ده بنستخدمه مثلا السادي زي ما قلنا لحضرتك فيه الكسافة بتاع السادي عالية جدا آآ سيدة عملت عملية في السادي قبل كده آآ فالمامو جرام بيبدأ يشك ما بيقدرش يفرق هل ده جرح عادي ولا ورم آآ فالرانين بيقدر يفرق في الجزئية دي يعني أعلى حاجة وقافية حاجة رانين طبعا بس مكلف فإحنا بنلجأ بليه بالحاجات اللي الأولى دي طب دكتور معنا تليفون كمان من طو آآ أستاذة طو ألو سلام عليكم سلام ورحمة الله يا فندم يا رب حضرتك سلام عليكم أليس السلام لو سمحت ممكن أسأل الدكتورة على حاجة تفضلي تفضلي الدكتور مع حضرتك تفضلي يا فندم آآ أنا أخذها بعد حضرتك أخذها بقالي سبعة سنين وقتلتها مرة واحدة لبقيت لما أعملني يعني نزل الدورة والفاق الثاني خذتها تفضلي مشاكل كتير في جسم هل يكون منها ولا لأ؟ أهلا بحضرتك الأول هقول لحضرتك حاجة مبدئيا السيدة اللي بتبدأ تاخد وسائل منع الحمل استحالة إن البريوت ترجع طبيعيا زي ما كانت بحصل لغبطة في الهرمونات فيه كلام بيقول إن السيدات اللي بتاخد وسائل منع الحمل فرص الإصابة بالأورام بتزيد شكرا تقول لاتصالة اتفضل الدكتور كمل جابتك مع حضرتك بيقول إن فرص الإصابة بالأورام بزيد بس ده مش حاجات أكيدة يعني هم قاعد يقولوا مثلا يعني الأرقام اللي سجلت مثلا يعني سواء إن السيدة يعني الحاجات اللي بتيجي أو اللي قالوا إن الأورام فرصة إصابة بأورام السدي بتزيد في فئة معينة من الناس اللي هي مثلا السيدات اللي هي مثلا حصل عندها البيريوت جات فترة مبكرة في سنه صغير سنه صغير يعني قبل 12 سنة مثلا واتأخرت على ما وقفت يعني اللي هي مثلا وصلت 50 سنة فالستادي بمر عليه سيكلز متعددة كل شهر من تغيراته الهيرومنات zaقالوا إن الحاجات دي بيتزود ممم، إنها طول الفترة اللي بتعرض عليه يعني الفيديو جات بدري وقفت مؤخرا وقفت مؤخرا فده أكثر عرضة ده أكثر عرضة طب معنا مصيف دكتور معلش تفضلي يا فان مصيف تفضلي حضرتك سلام عليكم عليكم السلام ممكن لسا للدكتور تفضلي سمحت دكتور أنا عندي الجنب اليمين من أستاذي ورزيق اللي خالص معكاتي في كده تمام مع العلم مع العلم حبيبك إن أنا ثلاث أولاد وما رزحتش طويل تمام الألم دي علاقة بالبريد ولا ملوش علاقة بالبريد لا حضرتك لا تمام طبعا هتكلم كل خمساشا اليوم كده بكتش بكتش بكل ده تمام تمام شكرا على تواصلك معنا شكرا تفضلي الدكتور اتكلم عن الألم برضو اللي بتيجي في السادي المشكلة اللي اتكلمنا فيها بتبقى حاجة من ثلاث حاجات ملاق لها علاقة بالبريد وقالت إن ملاقش علاقة بالبريد هل فيه تكايوسات أو تلايفات موجودة في السادي دي من أحد الأسباب برضو القوية اللي بتيجي بتشتكي بالألم دي بتظهر بالأشعة التلفزيونية العادية جدا هل فيه تلايفات أو تكايوسات في السادي أعملنا الأشعة وملاقناش الجزئية دي فيه جزء الباقي بقى اللي هو ليه علاقة بالمصر العضلات نفسها ده اللي بالسادي تدعم به السادي بتلبس حاجة تدعم بها السادي أيا كان الحاجات اللي تكلمنا عليها كلها العلاجات كلها متقربة بس السادي بتبقى محتاجة أنها تفهم السبب وتقتنع عشان تتعالج على أساسه آه عشان تستريع وتنوفر القلق عليها في كده الأحوال بنلجأ للمسكنات العادية جدا البسيطة بنلجأ للمكملات غذائية ده الشايع المستخدم ما بنحاولش أنه نحن يعني يعني هو ناخد إجراءات أقوى من كده الموضوع ببصير هو عرض وليس مرض يعني هو عرض وليس مرض فعلا فعلا طب هنطلع فاصل كده دكتور معلش أعزائنا مشاهدين فاصل ونعود مشاهدين الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور أحمد محمد النجار دكتوراه جراحة الأورام والمنظير لتكملة حدثنا عن أورام السادي عند السيدات برحب حضرك مرة تانية دكتور معنا فيه إحنا بنكمل حلقتنا وبنواصل دلوقتي في الحلقة بنقول من المعروف أن العامل الوراثي ليه دور مهم جدا في حدوث الأورام عند السيدات وفيه نقطة صغيرة جدا يعني هتبقى مفاجأة في الحلقة أن أنا هكلم حضرتك فيها اللي تكاد تكون مش معروفة قوي عند الرجال يعني العامل الوراثي أو الجينات اللي بتبقى موجودة مش بتأثر معها البنت زي مثلا ممتها أو خلتها لا دا الراجل كمان ممكن يتأثر من العامل الجيني معلومة صح يا دكتور والله خضر طبعا لا لا كلام حضرتك صح جدا مليون في المية طيب اتفضل حضرتك هنتكلم عن العامل الوراثي بقى السيدات يعني لو في عائلة مثلا زهر فيها السيدة عندها أورام ففرص الإصابة غالبا بيبقى فيه حاجات جينية موجودة فرص الإصابة للعائلة كلها بتبقى موجودة الرجال والسيدات ممكن تيجي مثلا على عقية أورام في السدي في السيدات أو في الرجال وفي الرجال دا بيبقى أعنف هذه النقطة اللي أنا عايز أحدثها الرجال دا بيبقى أعنف إن حجم السادي بيبقى صغير والوراثي بيبقى لازق مثلا على أول مع بداية ظهوره يبدأ يخترق العضلات العضلات على طول دائرة بيبقى انتشر يعني موضعه وانتشر عنيف ودي حاجة مستبعدة خالص دكتور يعني دي المشكلة إن الراجل بيستبعد الموضوع دا نهائي يعني أنا مثلا الولدة أو الخالة أو كده صارة الأرابة الأولى بيبقى عنده مثلا وراثي هو ممكن يجي الوراثي في السادي برضو زي سيدات بس هو مشكلته هو بتبقى أقوى تي الحاجة اللي أنا عايزة وضعها بسبب كده بييجو بعد كده في مرحلة متأخرة أيها بالضبط كده ويبقى الوراثي بتاعه متأخرة حالة متأخرة جدا بيجي بانتشار يعني بداية ظهوره انتشار طب دكتور يعني أنا عايزة أسأل سؤال مهم طبعا قلنا العمل الغاصي ليه دور مهم جدا عشان الجنية والكلام دا صنة القرابة يتكون مثلا الولدة أو خلق يعني درجة الأولى قرابة من الدرجة الأولى بس هل سؤالي بقى المهم قوي هل فعلا الجنية بتلعب دور في الأورام سدي بس ولا أنواح تانية من الأورام لا طبعا بتزهر أقول لحضرتك هناخد بس تليفون أستاذا معها معنا ونرجع لحضرتك أستاذا معها أهلا بحضرتك علو علو شكرا نستاذا معها اتصل بينا عتاني حضرتك أيها دكتور تفضل كنا نتكلم في نقطة مهمة جدا هل السدي بس في العمليات الوراسية لا ممكن يظهر يعني واحدة في العائلة عندها أورام في السدي واحد تاني أو واحدة تانية يظهر عند أورام في القولون أورام في المبايد أورام في الرحم أورام في البروستات أيها دي المجمل العلاقات اللي بتحصل كعلاقات سادية في الأفراد الدرجة الأولى بس أو ممكن يجي بنكرياز برضو أيها ما نقول حضرتك يعني اندوناد البنكرياز أو الكبد أو مثلا بنكرياز قولون القولون رحم مبايد بروستاتة في الرجال برضو بروستاتة في الرجال بيحصل فيها برضو أورام طبعا فمش مقياس إن يجي الأورام عشان الجينات والعامل وراسي يبقى فيه السدي بس طبعا 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 إنهنا يعني نحاول نكتشف الأورام بتاع السدي في مرحلة مبكرة دي أول نقطة طبعا 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 تختلف في طريقة العلاج أكيد يعني عرض على حضرتك مثلا كام سيناريو شوف يعني يعني هل في المرحلة المرحلة الأولى دي أو تيجي في مرحلة متأخرة يعني مثلا سيدة ظهرت اشتكت حسة كتلة في السدي حجمها صغير يعني بداية عن 2 سنطي أو كده فقلقت وراحت للدكتور تمام فالدكتور فحصها فبص على بتمسر وعمل الأشعاعات وخاد العينة بتاعته واتأكد إنه دا ورم نرد دلوقتي المرحلة اللي السيدة جاي وما فيش انتشار يعني يعني قبل ما نبدأ مرحلة قولة أه قبل ما نبدأ علاج الأورام نفسها من النقطة المهمة إنهنا بنشوف هل في انتشار للورم ظهر ولا لسه ده عن طريق إيه دكتور عن طريق الأورام الأورام مثلا تنتشر بتاع السادي بتبدأ تنتشر على العظام فيه ألم مثلا في العظام هو تبدأ تشتيكي بشاكة ومثلا إن فيه ألم في الفقرات ألم في العظم بتاعها الكلام دا كله ده بيظهر بالمسح الزري أو ممكن نحتاج نأكد نعمل الأشعاع المقطعية بتبين مشاكل العظم أكتر الحاجة التانية ممكن يبدأ ينتشر على الكابد نفسه فدي بتظهر بالأشعاعات التليفزيونية أو بالأشعاعات المقطعية ممكن يبدأ ينتشر على الرئة ده كل ده لو فيه انتشار بتغير خطة العلاج اللي هو احنا طب بعد قسنا حضرك الدكتور معلشي أستاذ حنان السلام عليكم عليكم السلام فضلي الأستاذ حنان لو سمحت يا دكتور أنا عندي والدتي من كم شهر كده أحسد بورم فوج السادر تمام فوج السادرها مش في الحلمة ولا تحت في النسيج بتاع السادر نفسه آه من شو تمام من كم شهر من آه من كم شهر بعد كده حصل عندها ان هي الورم ده فتح تمام وبدأ ينزل إفراضات آه ودلوقتي لونه بيأسود تمام أسود والجلد متاخد لجوه كده شوية تمام تمام فهي عملت العينة عملنا العينة يعني فطلع فيه ورم هبيه تمام فالدكتور دلوقتي طالب منها اللي هو الإفعاع الزل دلوقتي السادر فتح آه الكتلة اللي كانت موجودة في السادر فتحة فتح والعينة اللي طلعت فيه ورم خبيس تمام آه تمام آه فالدكتور كان هيعمل استقصار للسادر مبدئيا فعلا لازم يعمل تويلت مستيكتومي يعني فيه فيه عرضة مصدر للورم فتح فلازم يشيل الجزء ده مبدئيا تمام كلام صحيح هو قرر الأول انه هيشيل السادر تمام تمام كلام صحيح جدا تويلت مستيكتومي عمليت تنظيف بمعنى صح مم يعني عندنا بقرة يعني فيها ورم وفيها التابات وحاجة مش ظريفة تمام بس دلوقتي رجع رجع الدكتور في لغى موضوع انه هو يشيل السادر وضلب الإشاع اللي هي بتاعت الإشاع الزري تمام فأحنا مش عارفين يعني هو فيه أعراض يعني جبل الإشعاع لإن هي فترة الإشعاع لسه جدامنا حوالي عشرين يوم طلب انها تاخد إشعاع ولا مسح زري لا مسح مسح زري على العزام ده اللي هو بيحدد أماكن انتشاره تمام ماشي هو أحنا فيه حاجة نقدر نعرف بيها إن المرض انتشر أو ما انتشرش أو هو لو وصل للمرحلة دي كده مؤكد إن هو انتشر أو لا والله على المرحلة اللي حضرتك بتكلميني فيها طب هل السهل هل هي عندها شكاوة مثلا في العظم في العزام لا ما بتشكيش بأي حاجة خالق نهائي أي شك ولا ولا حتى اللي ما فيش ألم أصلا خالق ده اللي هنا بنتكلم فيه من الأورام بتيجي شكرا عن توصلك أستاذ أسماء نكمل حدثنا الدكتور طبعا هي بتتكلم في حاجة مهمة جدا دي مرحلة وصلت مرحلة أخر دي المرحلة فهنا اللي هي الثالثة من المنظر ده مبدئيا أي ورن في السادي لازم بنحدد فيه انتشار ولا لأ أي وآي حضرتك لسه بتتكلم في نفس النقطة قبل ما ندخل جراحة نشوف الأول نتشار لأ في السيدة دي لأ احنا كنا ده موضوعنا دلوقتي مع حضرتك عشان موضوعها مهمة جدا في السيدة دي الجراحة دلوقتي ما هيش جراحة بالياتف يعني عارفة العلاج بالياتف ما هوش مش علاج قاطع بس لازم تعمل جراحة وتشيل السادي اللي بالمنظر ده اللي هو فتح الورا مقتلة فتح لما فتح يبقى لازم جراحة هتتشهل بقى تويلت ما استفتماعك عملية تنظيف ونكمل العاملات اللي هو الايه مرحلة بقى الانتشار احنا قلنا الاماك اللي ممكن انتشرف العظم المخ الرئة البطن او الكبد والكلام ده كله ده التحديد الانتشار بتاعه لكن علاجاته زي حضرتك ما ذكرت على حسب المرحلة اللي جاي بيها المريد مرحلة اولى غير تانية غير تالتة ويفضل ان احنا نعالج في المرحلة الاولى تمام نتكلمنا انا ياسم جدا الهدر نتكلم ان السيدة جات عندها ورم صغير والدكتور فحص وعمل المتاستاتيكوركوب اللي هو شاف في انتشاره ولا ما فيش ولا ان اللي موجود بس الكتلة دي بس وانها ورم ورم خبيس النهاردة في حاجات جميلة ظهرت ان انا ممكن احقن حوالين الورم ده سبغة وما دخلش اشيل الغدد اللي فيها اللي تحت القيبة اشيله غدد اتنين التالتة تديني دقة لو التالت تغدد اول واحدة والتانية والتالتة مش مصابين هنعندي نتيجة بنسبة 80% اللي باقي الاجزين اللي باقي الغدد اللي تحت القيبة نفسها غير مصابة ايه سليمة اه سليمة فما بعرضاش لمشاكل ان انا افضل غدد اللي لنفوية من القيبة اه اللي بتزهر على شكل مثلا تورن في الغدد اللي لنفوية في الدراع يبدأ يورم تنميل المشاكل اللي السيدات بيجي تشتيك بيها وتبقى اكتفت انها شالت الورم وتكمل متابعات ده سيناريو تمام واحتفظت بساديها وكملت مثلا العلاج الاشعاعي والعلاج بقيت العلاج بتاعها الكيميائي مثلا سيدة تانية مثلا زجد بنفس الوضع نفس الكتلة بس اكبر شوية وراعت للدكتور الدكتور فحصها لقى فيه وضع تحت القبط دلوقتي منقدرش نعمل الحاجة اللي بقولك عليها السينتنا اللين في نود لو نحن سابغى وكده فبيعمل الانتشار بتاعه فكل حاجة برضو اللي هو يخدم اماكن الانتشار وبتتشال الكتلة طالما حجمها أقل من خمسة سنتي وبتتفضل ودد اللي تحت القبط وبتكمل السيدة علاج على الاشعاعي والكيمياء وعادي جدا فيه سيدة تانية مثلا الورم عندها عدى حجم الخمسة سنتي دي محال أخيرة التالتة بقى لسه لسه برضو احنا بنتكلم يعني كشف المبكر أول القلق ده كويس الورم عدى الخمسة سنتي مثلا والغدق دي اللي مفهل اللي موجودة بقت متضخمة بصورة أكبر دكتور فحصها وعمل الانتشار برضو اللي احنا بنتكلم عليه ملعيش حاجة ففي دي سيدة حتبدأ تاخد العلاج الكيمياء الأول اه انهنا بنحاول ننزل مرحلة الورم ده ونستيجين ننزله المرحلة ألف حاول عملالها البي راح تحفظها للسادي حفظ لها على السادي بتاح اه تمام دي مثلا دي مرحلة في واحدة سيدة تانية جت الورم استنت على ما الورم بقى متقدم في مكانه اخترق العضلات ما بقاش متحرك زي الأول ايوة اللي غدا دي اللي فيها بقت مصابة بشكل أكبر اه بدأ يحصل انتشار اه من أخطر الحاجات اللي احنا نحب ننبع لها في الانتشار انتشار الورم للفقرات اه ده لو لا قدر الله حصل ورم وانتشر للفقرات فالسادي دي عرضة ان يحصل لها كسر في الفقرات يعوقها انها تكمل اه العلاج بتاعها تمام دكتور دي المرحلة اللي نقول عليها الأخيرة ده السيناريو 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 من ضمن السيناريوهات اللي بتيجي اه اه السيناريو اللي احنا سمعناه من شوية ان السيدة كان حصل عندها كتلة تكتمت عليها فترة طويلة جدا الورم بدأ يكبر والورم بيكبر ما بيظهرش الورم معشان كنا نبع لي حديث اه تحور وميكبر كلام ده كل وصل لمرحلة انه فتح على برة دي مشكلة تانية فده بتعمل فيها مثلا مبدئيا بتعمل الجراحة اللي هي هنشيل السدي اللي فيه تلك انت تخيل سدي بالمنظر ده لازم نشيله الاول نحل المشكلة دي طب دكتور احمد انا مش عايزة اختم الحلقة مع حضرتك الحلقة الشيئة وجميلة جدا بس الوقت البرنامج اسفة واحنا كده كده قايلين للمشاهدين ان احنا طبعا معنا سلسلة حلقات مع دكتور احمد ان شاء الله في حلقتنا القادمة نواصل الموضوع باذن الله عن جميع بقى الاورام في كل مكان سواء قولون او غيره وبنتمن كل مشاهد بنشكر حدثك شكرا لعبد اخفاند شكرا للمشاهدين عزان المشاهدين شكرا لحسن استماعكم لنا وان شاء الله في حلقات قادمة مع دكتور احمد نواصل حدثنا عن الاورام شكرا لكم وإلى اللقاء